ميدانيا صحيفة وولي ستريت جورنال اعتبرت ان عودة القوات الاسرائيلية الى مناطق في مختلف انحاء غزة السبق وان انسحبت منها تدل على ان الصراع قد يتحول الى حرب استنزاف طويلة الاماد واشارت الى ان الرجال والنساء والاطفال وكبار السن غادروا المناطق التي امرت اسرائيل باخلائها مؤخرا على الاقدام وتحت القصف من دون ان يعرفوا اين سينتهي بهم المطاف كما ان بعض العائلات عادت الى منازلها بعد ليلة من الغارات الجوية لانها لم تتمكن من العثور على مكان تلجأ اليه صحيفة ذا تايمز البريطانية اشارت بدورها الى ان الهجوم الاسرائيلي الجديد على مدينة غزة واوامر اخلاء المدينة يزيدان الضغوط على النظام الطبي المتهالك فعلا والذي يعاني منذ بدء الحرب وفي حين قال عدد من السكان للصحيفة ان الحرب تشتد في غزة وكأنها في اول ايامها والقصف في كل مكان والناس ضائعون في الشوارع لا يعرفون الى اين يتوجهون فقد نقلت عن مدير قسم التمريد في المستشفى الاندونيسي ان الوضع اصبح كارثيا والمستشفى الاندونيسي الوحيد الذي يعمل في شمال قطاع غزة ويضم عشرة السرة للعناية المركزة فقط ومعظم مبانيه خارج الخدمة جراء الحرائق التي التهمتها خلال اجتياح القوات الاسرائيلية لجباليا صحيفة نيويورك تايمز اشارت الى ان اسرار نيتنياهو على استئناف الحرب اثار انتقادات واسعة النطاق في اسرائيل حيث يتزايد الدعم لاتفاق وقف اطلاق النار الذي من شأنه ان يضمن اطلاق سراح المحتجزين في غزة ونقلت عن محللين ان نيتنياهو قد لا يعارض الصفقة لكنه يحتاج للمناورة فهو يريد تأخيرها حتى نهاية يوليو موعد اجازة الكنيسيت بحيث يكون من الصعب اسقاط الحكومة ما يمنح نيتنياهو مزيدا من المجال لعقد صفقة حتى لو رفضها شركاؤه في الاتلاف المتطرف بدورها تحدثت سيلفي كوفمان في صحيفة فاينينشال تايمز البريطانية عن المجهول الذي تعيشه فرنسا في ظل وجود برلمان منقسم ورئيس ضعيف وفق وصفها ورأت ان زعماء الجبهة الشعبية الجديدة يواجهون لحظة الحقيقة فهل سيتمكنون من التغلب على انقساماتهم القديمة لبناء ائتلاف يسار الوسط الذي من شأنه ان يعيد الاستقرار الى البلاد واعتبرت ان هذه المسئولية تقع على عاتقهم خاصة ان تحالفهم لاعب دورا حاسما في عرقلة وصول اليمين المتطرف المتمثل بحزب التجمع الوطني الى السلطة